هذا وتمتاز مملكة البحرين بكونها حاضنة للتعايش المشترك بين أتباع الديانات المختلفة حيث يتمتع الجميع بحرية إقامة شعائرهم وبتأسيس دور عبادتهم تلك الحرية تأتي في أجواء تسودها الألفة والانسجام والاعتراف المتبادل وهو أمر تحافظ عليه البحرين دوما انطلاقا من تاريخها الممتد كأرض للحضارات العريقة عبر التاريخ وبلد للتعايش والسلام أرض السلام منارة يهتدى بها للوصول إلى أعلى المراتب الإنسانية وهي التي كانت وما زالت ثرية بتنوعها البشري ومميزة بتكوينها الاجتماعي المنفتح على احترام الحريات والمتمسك بالقواسم المشتركة في إطار من الخصوصية الفريدة لمملكة البحرين شكلت ملامح نموذج حضاري ينظر إليه بعين الاحترام والتقدير على المستوى العالمي وفي إطار الرؤى الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم وبقيادة جلالته تواصل مملكة البحرين مسيرة تميزها كأرض حاضنة للتعايش المشترك بين أتباع الديانات المختلفة حيث يتمتع الجميع بحرية إقامة شعائرهم وبتأسيس دور عبادتهم في أجواء تسودها الألفة والانسجام والاعتراف المتبادل وهو أمر تحافظ عليه البحرين دوماً من أجل استقرارها المجتمعي وتحضرها الإنساني كحفظها على إيمانها الثابت وعلى عاداتها وتقاريدها الموروثة وقد كفل ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الحريات ومن بينها حرية الدين والمعتقد التي تعبر في الأساس عن المنظومة القيمية النبيلة التي امتازت بها أرض الحضارات العريقة وبلد التعايش والسلام منذ القدم والمتأصلة اعتقاداً وممارسة في مجتمع متعاضد تسمو به روح المحبة والسلام والتكافل وغيرها من القيم الإنسانية النبيلة التي تمثل جوهر النسيج الاجتماعي البحريني المتماسك واستناداً إلى هذا الإرث الإنساني العريق الممتدة جذوره في أرض السلام والبئام واصلت مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم نهجها الثابت بتكريس قيم التعايش والتعددية ومد جسور الحوار والدعوة للسلام والاستقرار والتنمية والرخاء والازدهار لشعوب العالم أجمع